تيهيت دار بي المشراع تيهيت دار بي المشراع يا هليذي بدليني رمح العضة شفيت مهجيتي او سهمل مني يا بعاني هاردك صيد الحامي الضاعن محمى الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأه والتجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم فلفوز فوزان عظيمة يا باحاة يا ذكرة محل الربع من عرفاتي وأجريت • ذمع العي淡 بالعبراتي وفلع رصبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أغفرت وعراتي مدارس آياتي خلت من تلاوتين ومنزل وحيين مغفر العرصات ديار علي والحسين وجعفرين وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للرشايد وللتقى وللصائعون والتطهير والصلاة ديار عفاها جور كل منابذين يا أي ولم تعفل الأيام والسنوى يا أياتي قبرون قبرون بكفايا واخراب طيبتين واخراب فخنا لها صلوات يا أياتي وقبرون ببغداد لنفس زكيتين أن يتضمنها الرحمن بالغرفاء يا أياتي يا أياتي وقبرون بطوس يا لها من مصيبتين ألحت على الأحشاء بالزفراء يا أياتي الفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا أياتي وقد مات عضشان البشاط فراء يا أياتي الفاطم يا ابنة الخارق قومي واندوبي نجوم سماواتي بأرض فلاتي أفاطم قومي واندوبي نجوم سماواتي بأرض فلاتي تقول لي يما يحسين يا ابني يا ابني يا من رأى الزفاحك ذبحني يا اسعدني على ابني ما يحسين يا ولاتي يا ابني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله حديث عن خاتمة الأنبياء والمرسلين حديث عن التكامل البشري حديث عن الوجود حديث عن ما جاءت به الرسالات والنبوات وختمت بنبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله فالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله حديث واقعا أحبابي شيق وجميل أن نرتقي ونتكلم ونتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله وماذا لاقى رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا جرى عليه من هذه الأمة ما جرى عليه من المشركين ما جرى عليه من المنافقين ابتداء لا بد أن نبدأ بحياة المصطفى صلى الله عليه وآله منذ ولادته لماذا نذكر ولادة النبي صلى الله عليه وآله لأن ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله انفردت عن غيره من الأنبياء لم نقرأ في كتب التاريخ ولم نقرأ ما قاله المحققين أو أهل التفاسير أو أهل السيرة أن هناك جرت علامات أو إرهاصات لنبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله لم نقرأ أن هناك بحير من البحار أو البحيرات قد جفت لولادة نبي من الأنبياء ولم نقرأ أن الكون والوجود كله كان يستبشر ويبشر بالمصطفى صلى الله عليه وآله بل لم نجهد هناك في قول من الأنبياء في كتابه العزيز إلا لنبينا كما بشر عيسى عليه السلام أن هناك نبي من بعدي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد صلى الله عليه وآله إذن انفرد رسول الله صلى الله عليه وآله واغدقت عليه السماء في تلك الولادة سبق رسول الله إرهاصات وكلام وعلامات ودلائل واضحة على وجوده عليه السلام منها كما ورد في الأخبار أن هناك بحير اسمه ساوى قد جفت من الماء وأصنام المشركين على ظهر الكعبة انتكست إلى الأرض وانقلبت بل أكثر من هذا هناك نار إلى البلاد فارس التي خمدت بعد مئات من السنوات ولم يجري عليها في مثل ذلك اليوم الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وآله غير ذلك هناك إعلام من اليهود والنصارى على وجود نبي آخر الزمان وهذا النبي العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ومهد له قرابة 120 ألف نبي ورسول بعثهم الله سبحانه وتعالى حتى يأتي ذلك النور الإلهي المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل المصطفى صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أول ما خلق الله أي شيء قال له خلق النور وأن النور بثق ذلك النور بل إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق من نوره ذلك هو نور محمد صلى الله عليه وآله كما ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله قال يا علي خلقني الله وأنت في رواية قبل ألفي سنة من جميع ما خلق الله قبل أن يخلق كل الخلائق والوجود وفي رواية أربعة آلاف سنة كنا أنوار محدقين حول عرش الله واذكرت الرواية أنا قبل كم يوم عموما لما نأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل عام الفيل ذلك العام الذي جاء أبره الحبشي إلمان إلى الكعبة لما جاء إلى الكعبة وحاول بالمنجنيق أن يهدم الكعبة وأن يحرق الكعبة الذي وقف أجو اللي كانوا من خلال وجودهم في بيت الله الحرام أو بالكعبة من قرش وغيرهم إلى عبد المطلب عبد المطلب منه جد النبي صلى الله عليه وآله وَتِلْكَ الْمَقُولَ الْمَعْرُوفَ الْعَبْدِ الْمُطْطَلِبِ إِنَّ لِلْبَيْتِ رَبُّ هذا الشي يدلل الأحباب بالله شو يلتفت لي هذا الشي يدلل بالله يدلل على أنه عبد المطلب ومن بعده ولده أبو طالب بأنهم كانوا مؤمنين بوحدانية الله سبحانه وتعالى أنا أمر هنا أدي شغلة دقوله لأنه مع الأسف هؤلاء الذين كانوا أيام عبد المطلب مشركين وكفار عباد الوثن كان يقولون أن عبد المطلب اتجه إلى الله إن للبيت رب يحميه ويأتي هؤلاء الذين مع الأسف لما يذكرون في أبو طالب يقولون أنه مات مشركا لاحظوا وين ذاك المشرك الذي يقول في عبد المطلب وهذا مسلم الذي يكتب وين يكتب في أبو طالب أبو طالب عبد المناف هذا الرجل الذي غاية غاية في العطاء لله سبحانه وتعالى كان مؤمنا كتم إيمانه ولولا كفالة وحماية أبو طالب بعد عبد المطلب لما بقي للإسلام ومثل هناك مثال أو جرى هناك آمر مع الأسف هؤلاء لما يأتون يعني أنت والله عجيب يعني بعض الأحيان والله تتألم يعني وتتألم ليش لأنه لما تنظر إلى هؤلاء الكتاب ليش يكتبون هذا الكلام يا خدت الآن لما تنظر إلى أن الشخصية التي تكون قريبة لرسول الله صلى الله عليه وعاله الشخصية التي آوات الشخصية التي ضحات الشخصية التي قدمت عطاء وقدمت دماء وقدمت ترحيات من هناك أحباب من أسر من أسر المسلمين قدمت عطاء كما قدم منه أبو طالب قل لي وين وين ذو اللي تخاذلوا في أحود اللي نهزموا في قضية فلانية وين لماذا هذا الكلام ليش هذا الرجل أتكلم إن شاء الله حوله بالأيام الجاية عموما فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يدل من خلال عبد المطلب إنهم وحدون على دين الحنيفية على دين إبراهيم عليه السلام ونعدنا في عقيدتنا الشيعة الاثنى عشرية إن أبوي الأنبياء ممن يدينون بوحدانية الله سبحانه وتعالى لا يخرج نبي من الأنبياء من صلب مشرك أبدا هذا خلاف ما يقول الله سبحانه وتعالى وخلاف العدل الإلهي إذن يا هل ترى لما نأتي إلمان إلى نبينا صلى الله عليه وآله وهو نبي الرحمة وسميت هذه الأمة بالأمة المرحومة لماذا؟ لأن فيها رسول الله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام طيب لما ولد النبي صلى الله عليه وآله هاي العلامات اللي ظهرت وغيرها جاء هناك راهب قال هذه العلامات التي جرت الآن في الكون في الوجود هناك أمر عظيم هل ولد نبي آخر الزمان؟ أجل قرش لأن عدم هذا أحبابي كل مكتوب هذا في التوراة في الإنجيل في الزبور كل مكتوب أحبابي اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه اسمه إيليا في الإنجيل أو في الزبور اسم علي بن أبي طالب مذكور عليه السلام وأهل بيت عليهم السلام في تلك الكتب ما من كتاب من الكتب السماوية إلا وفيها صريح العبارة أو تلميح أو إشارة المن إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته لما أجي إلى قرش جابوا وين؟ جابوا إلى دار عبد المطلب ليش؟ لأنه ولد يتيما وهنا أكفت قضية مهمة أحبابها مات تكون أمر بيها البعض شيقول؟ يقول على أن رسول الله صلى الله عليه ولم ولد يتيما هذا العطاء اللي قدمها هل الإسلام العظيم اللي جاء به النبي صلى الله عليه وآله اللي جعل خير الأديان اللي جعلت خير الرسالات هل يا ترى كل هذا بفعل يتيم؟ يعني عند هذه القابليات والإدراك وهذه القدرات أن يصنع هذا اليتيم هذا الوجود وهذا الإسلام العظيم هذا عد قصر نظر ليش قصر نظر؟ لأنه لو يعلم أن هذا اليتيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الله ما خلق الأكوان ولا خلق الوجود وما خلق البشر وما خلق السماوات والأرضين إلا لأجل محمد صلى الله عليه وآله أنت مو تمر في حديث الكساء أنت مو تمر بأهل البي سلام الله عليهم اللي يقول ما خلقت سماء المبنية ولا أرض المتحية ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا لأجل هؤلاء وهم محمد وآله محمد لما جابوا هذا الراهب ونظر إلى كتف النبي صلى الله عليه وآله وجد عليه خاتم النبوة هذا وين لقى؟ هذا شمدري هذا من أين علم؟ علم من خلال الكتب التي كانت تخبر أن النبي آخر الزمان يولد في مكة ويولد في قريش طيب الكفالة كانت عن مان الكفالة إلى عبد المطلب زين ذلك الزمان أحبابي لظرف ما لأم الوليد اللي ما يكون لها لبن قليل اللبن في صدرها يودها إلى مرضعة إلى مرضعة طبعا تعطيه اللبن سأل بعض في جهنا عندها كلام يقول يا هل ترى هاي حليمة السعدية اللي ارتضعت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت كافرة مشركة لمسلمة مؤمنة هذا كلام هذا كلام يقول لا إنها على دين الحنيفية وإلا لم يرتضع رسول الله صلى الله عليه وآله من صدر أي أمرأة كافرة أو مشركة حشى لرسول الله أبدا إذن كانت شنو موحدة هذا جانب جانب الآخر يجون مع الأسف البعض شي يقول يقول هذا اليتيم اللي جابه رسول الله صلى الله عليه وآله نبي الرحمة العطاء الإلهي المتجسد في رسول الله يقولون هذا لما جابه إلى المرضعات كل واحدة عزفت عن كل واحدة قالت أنا ما أأخذ ليه شابه هذا يتيم واليتيم أنا ما أحصل من وراء شي باعتبار اليتيم ما عنده عطائي هاي المرة اللي ما تيش تأخذ أجر أجر الرضاء أجر تأخذ عليه أنت شايف بالله وين بالله عليه أنت شايف هذا الكاتب مو مشرك أحبابي ولا ملحل لا لا الكاتب مسلم يعني يقول جابه محط شافته وما حد خذته من المرضع كلها تركه إلا حليم السعدية لما جابه ترقت علي قال سجسه بعداني ما عدي بس هذا قدام بعد ما غيره أخذ تشايف الكلام هذا اللي مع الأسف متدني هل يا ترى رسول الله تعزف عنه النساء رسول الله صلى الله عليه وآله جده وعبد المطلب سيد قريش كان هذا الرجل الذي يصدع تلك المأدبة إلى كل سائل ويتيم ومحتاج أبو عبد المطلب الرجل العظيم اللي هاي مكة تشهد عنه واللي كانت كل سقاية الحاج وإدارة مكة بيده هذا فقير هذا فقير ما عده وهل يا ترى رسول الله هذا نبي الرحمة العطاء المتدفق هذا أقول عنه أنا هذا لأنه والله يتيم ما عده وأنا خلص بعد قبلت بحظي ونصيبي هل هذا كلام يصدر من إنسان مؤمن والله لما أمر بهم ذوله والله ويتعباني يتعدي يا ختمو تقرأ أنه النبي صلى الله عليه وآله مع عاجز وكراماته التمو تقرأ ماذا يقول الله في رسول الله صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هل يا ترى هذا اليتيم يعني اللي الله أرسله بهذه الرحمة المتجسدة من رحمات الله هل يا ترى يكون فقير وتشتغره مولانا بالتاريخ اشتغره تاريخ تاريخ كله بعقبات وين ما تخلي إيدك على عقبة وعلى أمر أن تكون تحلل وأن تكون تعد النظر به تعال شوف هالمرضع الصار بها اللي ذول يقولون هالي اليتيم وهذا بائس وهذا ما عد شوف الصار بها يا حليمة حليمة السادية المرضع لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول كانت تأتي على إتان إتان أنثى الحمار أجل الله السامعين والمنبر والمكان زين وكان وياها زوجها يأتي ومعهم ناقة هزيلة ضعيفة ليس في ضرعها من البل الحليم أو اللبن أي واحد اثنين وكان هذا الإتان ضعيف ولا يمشي بسرعة أي اثنين ثلاثة يقول كانت هي أساسا حليمة السادية ضعيفة وليس في صدرها ما يكفي اللبن إلى ولدها فكيف ترضع هذا اليتيم وكيف ترضع هذا الوليد الجديد هي تقول الناطق الرسمي هي تقول والله لما قربت رسول الله صلى الله عليه وآله من جسدي من صدري وإذا امتلأ صدري لبن بحيث بحيث يقولون كان واحد جانب آخر من صدرها فيه قليل من اللبن والآخر جاف ليس فيه خطر واحدة لما قرب رسول الله من ذلك الصدر جعل فيه الله فيه البركة هذا واحد اثنين يقول هذا زوج حليمة يقول لما جئت إلى تلك الناق العجفاء هاي الناق الهزيلة هاي الناق الضعيفة اللي ليس فيه ضرعها قطر من اللبن يقول لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو وزوجته يسمي بالمبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول فامتلأ ذلك الضرع لبن سائغ وحتى أن هذه الناق الهزيلة وذلك الاتان الضعيف الذي كان يمشي على هونه أو على ضعف أو على بطء يقول لما ارتقت عليه حليمة السعدية وبين يديها رسول الله صلى الله عليه وآله سبقت جميع النساء حتى قلنا لها يا حليمة ما الامر هذا الاتان اللي كان ضعيف هزيل هذا ما يمشي هذه السرعة قال ذاك ببركة هذا الوليد وهذا الوليد هو محمد صلى الله عليه وآله أربعة قل لما رجعنا إلى ديارنا ما كان هناك من الزرع الذي يكفي المين إلى الحيوانات إلى الغنم وغيره كان عندنا قحص شديد قل لما جئنا وإذا خضرت تلك الأرض وعينعت وأخرجت بركاتها زين بفضل محمد صلى الله عليه وآله هذا الذي تتكلم عنه بأنه يتيم هذا اليتيم هو الذي أخرج من الظلمات إلى النور هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله النبي الوحيد على وجه الأرض لم ينزل العذاب من الله على هذه الأمة ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا لو لا رسول الله لحلت هناك الصائقة طيب بعد لما كفله عبد المطلب إلى قرابة ثمان سنوات قرابة ثمان سنوات توفي عبد المطلب ثم جاءت الكفالة المن جاءت الكفالة إلى أبو طالب عليه السلام تعال شوف الشخصية وشوف العطاء وشوف التضحيات أبو طالب عدة طالب وعدها عقين وعدها جعفر وعند سيدهم وسيد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اللي شيء يذكر يقولون علي بن أبي طالب عليه السلام نعم نعم هو آمن برسول الله لكن ليس من الكبار أول من آمن من الصبيان لماذا قلت لك من أمر بالروايات ويأوقف أني أتعب أنت تقولون ما تقولون تقولون كرم الله وجهه المن المن إلى علي السلام الله عليه شنو معنى كرم الله وجهه يعني لم يزجد إلى صنم قط هذا تقولون لو أتقولون خبار ما قلنا أذا تقول هذا الكلام معنى شنو معنى أن الإمام أمير من سلام الله عليه كان لا سامح الله أنه قبل ذلك كان عبد الصنم أنت تقول هذا علي سلام الله عليه هل يأترى أساس هو آمن برسول الله صلى الله عليه لا علي كان نورا في عرش الله علي الذي ملأ إيمانا علي الذي سلام الله عليه الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء ولم يكن هناك أحد مع النبي صلى الله عليه وآله أمر عشر سنوات شنو آمن علي لشو ما آمن قبل حتى آمن عليه سلام الله عليه مؤمن من يوم اللي كان نورا في عرش الله عليهم سلام الله عليه اقرر روايات اقرر روايات في حق عليهم سلام الله عليه وهذا ما صدع به القرآن الكريم وما نال الأوسم من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يتمع النبي بعدين قل علمنا اللي رباه عليهم سلام الله عليه اللي أخذ على عاتق تربيته رسول الله كان يجيب وين إلى مهده وإلى فراشه يدني منه هو اللي ينظفه ويغسله يجره اللبن رعيت كله وين من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم كان يأتي وين مع رسول الله بكل خطوة من خطواته بكل خطوة من خطوات الإسلام اللي صدع بها رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي معه كظله وخير دليل على ذلك يوم اللي نزل الوحي جبرائيل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله في ذلك الغارج قل جل يا علي إنك تسمع ما أسمع وأنك ترى ما أرى ولكنك ليس بنبي وياي وياي لكنك ليس بنبي يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه أحسنت هذا علي اللي ويا ويا كفل أبو طالب أبو طالب عليه السلام كتم إيمانه وكتم إسلامه شنو الظهر في ذلك لكن الأفعال التي تدلل على ما قدم أبو طالب إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله يكفيك الكفالة لما جئ برسول الله وين لما جئ إلى دار أبو طالب يا هل ترى سؤال هنا ثاني هذا يا هل ترى معقول رسول الله صلى الله عليه وآله الرسالة المتكاملة وهو يعلم علم الله الذي جعله فيه إذا كان هذا البيت فيه مشرك نعوذ بالله أو هذا البيت كان فيه كافر هل يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بل يا هل ترى هل إن الله سبحانه وتعالى يجعل هاي النبوة الخاتمة وهاي النبوة العظيمة وهاي خاتمة الرسالات وهذا النبي العظيم الله يجعل في ذلك البيت الذي صاحبه مشرك يعني أقل العقل استعتعي في اللي رواهي وعيف العديد يحتعى للعقل الله جل جلاله معقوله يخلي رسول الله هنبو وهل تنمية وهل وجود كل هذا وهل الرسالة العظيمة يجعله هنا في بيت مثلا في بيت مشرك لا أبدا بعدين تعال شوف الأفعال تدلل على ذلك أحبابي الدليل على هذا لما تأتي إلى أبو طالب عليه السلام نزل جبرايل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقل لا يا رسول الله اخرج من مكة وين إلى يثرب إلى المدينة لأن فقد في ذلك العام يسمى عام الحزن فقد خديجة من جانب وفقد أبو طالب من جانب اللي يسمى عام الحزن اللي الله يقول له اخرج يا محمد صلى الله عليه وآله والذي كان فيه فراش رسول الله منه منه كان ليش علي خب ماكو غير علي يعني هاي أمة مسلمين وين هم ذولا ذول وين مولانا ذول اللي كانوا مع رسول الله أصحاب الأول اللي قاتله وجاهده واللوية ويضحون لماذا علي سلام الله عليه لأن علي سلام الله عليه كما يقول الحجزاء الله خير هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وليس هناك قدرات عند الشخصية من الشخصيات من المسلمين أن تكون كشخصية رسول الله من القوة والشجاعة والإباء والتضحية إلا علي سلام الله عليه إجوا قريش لما علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قلوا له إذا أنت نبي من الأنبياء كما تدعي إحنا نريد الآن منك شيء طبعا أولا أحبابي لكل نبي معجز المعجز اللي هو خارق العادة اللي ما موجود هذا اللي يسوي شيء أساسا مثلا ما يصير أو محال أو بعيد هذا يسموه المعجز يعني الدليل الدامغ العقلي والنقلي على نبوة ذلك النبي من خلال المعجز طيب قلوا له أذا أنت رسول الله ونبي من السماء ذلك المشركين قلوا له أذا أنت نبي من الله فاجعل هذا القمر إلى نصفين وبالقرآن واضح بعد وطبعا هاي طبعا هاي بالذات طبعا بالمناسبة كل كل المعاجز لكل الأنبياء 124 ألف نبي كل معاجزهم وكل كراماتهم كانت لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله بل الفرد رسول الله صلى الله عليه وآله بمعجزات ما كانت لغيره قاط منها هذه قال له لذا أنت نبي تقول هذا القمر سوي نصين بإذن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أو جعل ذلك القمر إلى نصفين صار نصف مننا صار من نصفنا ببركة النبي صلى الله عليه وآله قال لهم الآن آمنتم بالله وأنا رسول الله لا زل هاي راحت اشتردون بعد قال له لذا أنت نبي تقول وتدعي النبوة فاجعل هذه الشجرة تأتي إليك طبعا هذا عفاة بهذا موش عادي لا أبدا شنو شجرة تم شنو قمر نصفين شنو هذا لما نأتي هنا نقول أن الولاية التشريعية والتكوينية كانت لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله يعني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الله يمضي عليه بل الله جعل الكون والوجود بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك كله بإذن الله وأمضى على رسول الله ما يريد قلم فقط هاي قال له هاي الشجرة هاي خليها تأتي إليك فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاختلت واهتزت بعمر ثم جاءت إليه وحسيسها يأتي إليه شيئا فشيئا وقفت أمامه قالت السلام عليك يا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الشجر يتكلم الجماد يتكلم أنطقها الله كرامة لرسول الله زين جاءبها النبي بعد اشتردون رجع المكانة فدعا الله رجعت إلى مكانها بعد آمنتوا قالوا لا هاي الشجرة سويها نصفين اي بل هو هذا شمو وهذا الكافر شي جيب لي دليق لك سوي لي هاي بعد جيب دليق لك سوي لي بعدها لو جيب لي ألف دليل يعني أنا لما أمر بالمنافقين ذول ما رأوا من رسول الله من الكرامات والمعاجز ها لما شافوا خب شافوا لماذا أنكروا لماذا أبطلوا الكفر حديث أكمله إن شاء الله من غد من اليوم إلى آخر إن شاء الله العشرة نتكلم عن رسول الله عموما لما أمر الله هذه الشجرة جعلت نصفين نصف هنا ونصف هناك قال لارجع إلى مكانها قال ارجعي فرجعت إلى مكانها ببركة محمد صلى الله عليه وآله في واقعة أحد في واقعة أحد النعمان الأنصاري هذا أخو أبو أيوب الأنصاري جهاد شاب بعده أمر 18 سنة 19 سنة وأحد إن شاء الله تكلم حول أحد إن شاء الله أقول لك شون اللي صار شون اللي صار ومن اللي فار ومن اللي رجع عموما إن شاء الله في وقته هذا الشاب أجاءه سهم وين في عينه فقعها بعد فتدلت وين على خده نزلت هنا اجي للنبي صلى الله عليه وآله قل له يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله قل له قول خير قل له أنا شاب وحديث أهد بالزواج أنا استوني من الزواج صار لأيام وصار نداء الجهاد واجيت قال لي بعد قل لآن للآن بهذا الشكل أرجع على زوجتي مثلا عيني مثلا نازده على خدي يقول رقّ إليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال ادنه مني فدنا منه يقول أخذ النبي ذلك السم استخرجه من عينه ثم أخذ بكفه المقدس الشريفة أخذ تلك العين جعلها وين جعلها على عينه ثم قرأ هناك قراءة ثم يقول خرج هذا الشاب من عند النبي صلى الله عليه وآله لا نميز عينه اليمنى عن اليسرى أقول يا رسول الله هذه عين في أحد في هذا الشاب رجعت لهذه العين في مكانها ليتك تنظر إلى كربلا إلى عين العبا السلام الله يا رسول الله لو رأيت العين الي شافها ولدك الحسين شاف تلك العين الي ها الي أخذ منها ما أخذ كثير الحسين سلام الله عليه الي كان ينظر أبو عبد الله سلام الله عليه إلى أبو الفضل عضيده كما كان علي لك يا رسول الله لما نظر أبو عبد الله والله الحسين إلى أبو الفضل يقول لما خرج العباس سلام الله عليه استأذن من الحسين قال أأذن لك فقط أن تأتي بالماء إلى الأطفال والعيال قال سيدي نعم يقول جعله بين يدي ضمه إلى صدره ثم خرج أبو الفضل وكان الحسين ينظر إليه يقول لما وصل إلى الماء ونزل من على ظهر جواد أخذ تلك القرب ملأة من الماء واخترف غرفة من الماء راد راد أبو فاضل يقول إلى الأعداء والله لا أشرب الماء قبل الحسين ونادى النفس يا نفس من بعد الحسين ولا بعده لا كنت أن تكوني هذا الحسين هذا الحسين وارد المنوني وتشربين بارد المعيني تالله ماذا فعال ديني رمى ماذا فعال ديني الذي ضربه على يمينه وذاك الذي ضربه على شماله يا رسول الله لو نظرت إليه ثم جاء ذلك اللعين ثم جاء ذلك اللعين ضربه بل عمد على رأسه لما خر صريعا إلى الأرض نادى السلام عليك سيدي أبو عبد الله السلام عليك أخي نور عين يا حسين ادركني يقول جاء الحسين سلام الله على جلس عنده العباس وحده من عينه جمد عليها الدم الأخرى فيها سهم قال يا هذا اقسم عليك بمن تعبد ألا ما تركتني حتى يأت من والدي يودع ويودعني يقل لأخوي أنا أخوك الحسين يقل لأخوي أنكسر ظهر ولاقدر أقوم صرت مركز يا أخوي لكل الأهموم أخوي يستوحدان عقبك القوم عدل حسين راد أن يروف عجيب وين إلى المخيم يقل لأخوي خليني بمشاني يقل لأشياء زهر الزمان يقل لأتراني تراني وعد السكنة تراني هنا عاد الحسين سلام الله عليه لما قضى نحبه رجع علما إلى المخيم الحسين بأي حال رجع وحيدا فريدا يقول وإذا زينب واقف وين بباب الخيمة تنتظر يعود العباس مع الحسين لكن شافت من بعدش قالها قالها يزيانب يزيانب راح عباس عباس راح الضغم اللي يربع الراس يا ضليبش عليها الدر يا عويل طاس تقل لأنا رايحة أنا رايحة لأباس جعد ورج بجفوف فوق زلده يا وقل الحرام صار يا يد بشد تقل لأي عباس من تلي جبتني بيدك يا خوي ركبتني طول الدراب ما فاركتني أقبك يا خوي أولاتني بصيات بصيات زجر والرمتني يا بصيات زجر والرمتني عباس أبو الفضل يا من أسس الفضل والإباء يا الله أحبابي يحتاج إلى الدعاء كنا مرضى أسأل الله بقضى حوائجكم أسأل الله برفع هذا الوباء أسأل الله بشفاعة محمد وآل محمد جزاكم الله خير الجزاء بتعجيل الفرج بسم الله الرحمن الرحيم أمان يجيب لشفاع المرضى أمان لتعجيل الفرج أمان لقضاء الحوائج أمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ما خاب من قال يا الله اللهم نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ارحمنا بهم في الدنيا والآخرة اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم احسن عواقب أمورنا إلى خير وعافية اللهم شافي وعافي كل مريض إلهي برسول الله اللهم شافي وعافي يا أرحم الراحمين اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اقضي حوائجنا حوائج المؤسسين الحاضرين السامعين حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأوانه واللائذين والمستشدين بين يديه اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة المؤسسون اللهم احفظهم اللهم تقبل عملهم اللهم اجعلوا ذخرا لهم ولوالديهم وأمواتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا المكان عامرا بذكر محمد وآل محمد إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين والسامعين رحم الله من ذكر الفاتح مع الصلوات اشتركوا في القناة